التقى رئيس حلف قبائل حضراموت رئيس مؤتمر حضراموت الجامعة شيخ عمر بن حبريش عبر تقنية الاتصال المرئي مسؤولين في السفارة الامريكية لدى بلادنا بينهم كبير المستشارين والملحق العسكري والامني المقدم ستورت بيبلز والمستشارة السياسية والاقتصادية بالسفارة السيدة جينا وخلال اللقاء المرئي أكد شيخ بن حبريش بإن لا سلام شامل في اليمن إن لم تكن حضراموت حاضرة فيه طرفا مستقلا ممثلا بمؤتمر حضراموت الجامعة وذلك لبناء الدولة الحديثة العادلة مشيرا إلى أن المجتمع الحضرامي تووق للسلام ولم يكون إلا شريكا فعلا في تعزيزه وإرساد عيم الأمن والاستقرار على مستوى اليمن والمنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وألوانه